ايوان اخوائيات والاخوات السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا كانت مننا يكون دايز عندك رمضان على خير وبخير هناك واحد الخبر اللي قرأته اليوم بغيت نعلق عليه عارتو شنه هو هو ذاك المقلب ولا الكاميرا الخفية اللي كيدلو في تونس مؤخرا اللي كتهضر على مقلب اسمه المالك قال المهم الخبر عاد نشوفه ماذا سنقوله عليها قالك سيدي اتار برنامج الكاميرا الخافية التونسية المالك الذي تبته قناة جنبعل الخاصة ويقدمه الاعلامي وليد الزريبي موجة غضب واسعة في تونس والمغرب هذا ما زال ما عرفنا واحد الكاميرا الخافية كدرها واحد القناة في تونس هذا الكاميرا الخافية اتارت جدا في المغرب لماذا اتارت جدا في المغرب انتم ستسمعون قالوا اعربة نشطاء مغاربة عن غضبهم بسبب الكاميرا الخافية التونسية ماذا كونهما بنشطاء المغاربة اللي اتارت هد كاميرا الخافية الغضب ماذا كونهما من الناس اللي اتارت كاميرا خفية اتارت غضب المغاربة ولكن كاميرا خافية اتارت غضبهم ولكن كاميرا خافية اتارت غضبهم سبحان الله مشيرين الى ان سيناريا المقلب ينطوي على استهزاء من البروتوكول الملاكي والمس بالتوريط الوطنية يعني هاد النشطاء المغاربة اخضبتهم الكاميرا الخافية اللي غير بال فيها اسم المالك وقال لك انها هذه غير النواية ديال المغاربة لان الكاميرا الخافية ماذا تريد فعل مالك المغرب ولا اسمية المالك يعني شوفوا هنا شوفوا القضارة ديال هاد النشطاء المغاربة اللي اغضبتهم كاميرا خافية قال لك اسدي اغضبتهم لان المقلب ينطوي على استهزاء من البروتوكول المالكي والمس بالتوريط الوطنية يعني فهمتوا معي المغاربة هاد النشطاء مغاربة سيلي نكملوا نكملوا هاد الشي شي يقول قال لك وتتلخص فكرة مقلب المالك في ابرام عقد مع فنان مقابل مشاركة في كاميرا خافية تستضيف فنانين وممثلين وتعرض عليهم مشاركة في الكاميرا الخافية المصرية رمز جلال مقابل مبلغ مالي كبير ولكن بشرط من بينها تقبيل يد المالك ماذا كان هو يد المالك؟ جابوا شخص يعني شوفوا القضارة هاد الناس الذي اتير الغضب ديالهم على هاد الظاهرات يعني اللي حدد الان ما زال مفهمتوا في الكاميرا الخافية رمز جلال مقابل من بلغ مالي كبير ولكن بشرط من بينها تقبيل يد المالك كما تحدث المقلب عن ولي العهد وهو ما اعتبره نشاطاء مواقع التواصل الاجتماعي ينطبق على ولي عهد المغربي هاده غير خمنه هاده النشاطاء المغاربة غير خمنه على خلفية ذلك طالبت النقابة المهنية لمبديعي الأغنية المغربية واسمعوا ياسمكون اسمكون صلبت النقابة المهنية لمبديعي الأغنية المغربية وهو ما لدينا شيء في الأغنية المغربية أما كان هاده الن القابة المهنية لمبديعي الأغنية المغربية وسOP من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمع البصري التونسية بإيقاف بت البرنامج يعني النظام المغريبي تيمارس القمع و تيمارس القمع الحرية في المغرب و يجاوز المغرب و يمشي حتى لتونس و يطبق عليهم القمع الذي يطبق في المغرب يجاوز المغرب و يجاوز المغرب و تشاهد في البقاء و يجاوز المغرب و تنسى القدرة لماذا السيدية قال لك أنه ذاك القالب الذي يطبق عليه بحي الارة الأمير و يجاوز المغرب و هذا مبادئة الاغنية المغربية و هدو المخابرات و اعتبرت من ناقبة الفنية المغربية أن فكرة الكاميرا ومضمونها وتضمنان إحاءات معصود تمثل المغرب ومقدساته وتقالده العريقة وماذا تحسين الآن؟ تصوروا لو أن أمريكا أيضا قنات أمريكية دارت هذا البرنامج ما تظن أنه بعد قندوح مغربي يكون قمنات تدعيه القناة الأمريكية الذي قامت هذا الشيء لماذا حشمتوه؟ لماذا نقول لكم لماذا تحشموا أولا و أشرت النقابة إلى أن فريق الإعداد وضع على غلاف شروط العقد الذي يقدم لضيف البرنامج صورة تحيي بشكل مباشر لعاهل المملكة المغربية بلباسة و هندامية وتصور هنا القدارة رمضون للصورة للأمير غير اللباس يوحيه تشبيه شاهدوا العقلية لا أعرف ماذا نعرف الناس الذين نادوا تقلقوا على هذا البروتوكول المغربي ماذا كان لدينا هذا البروتوكول المغربي هو اللي طلع هذا الحقوقي ماذا الأقضاء في المغرب لماذا لا تخرجوا لتظهروا عليها لماذا لا تخرجوا لترفعوا دعاوي لديك شركة في المغرب للاعتداءات رجل السلطة على المواطنة لماذا لا تخرجوا للشاريع وتنددوا بذلك الشيء يطرف الشوارع المغربية نبال لكم غير كاميرا خافية اللي كدر في واحد دولة أخرى لا راتو حيبي بحي اللازع مره الماليك هذا اسمه العبد كما شارك في الحملة ضد برنامج المقالب التونسي مجموعة من الفنانين التونسيين من بينهم الفنانة الاستعراضية نيرمين صفر ولما اسمتها التي أكدت أنها رفضت بث حلقتها في الكاميرا الخافية الماليك دون حضورها عملية المونتاج مؤكدة أنها سترفع قضية ضد مقدم ومنتج الكاميرا الخافية والحال نفسه بالنسبة للفنانة الاستعراضية زازا حتى الفنانات وردا على ذلك نفى الإعلامي ومنتج كاميرا الماليك وليد الزريبي على الاتهامات التي وجهتها له الفنانة الاستعراضية زازا حيث أوضح أنه لم يقوم بحدف مشاهد من مشاركتها في الكاميرا الخافية مؤكدا أنه لم يتلاعب بعملية المونتاج يعني هنا النظام المغريبي كيف لا يتدخل في هذا الشيء اللي يبقى في المغرب يتدخل حتى في الطريقة التي يدرون بها ناس أخرين في بلدان أخرين الأعمال الفنية يعني ما يتسمى هذا هذا لا يسمى تلقى عدارة هذا يسمى تقلت ما نقول لكم؟ هذا يسمى تقلت العراض قل كازينة وصرح بأنه كان على الفنانة زازا التعامل مع الكاميرا الخافية بروح رياضية وعدم تهويل ما حصل مؤكدا أن الأمر بسيط جدا وما حصل لا ينقص من قيمتها الفنية وفق تعبيره بالذكر أن الإعلام التونسي نشر تدوينا قال فيها أن حساباته الإلكترونية تعرضت للقرسنة من هاكرز مغاربة من المخابرات المغربية المخابرات المغربية لا تنظرون أنه سيطلع لهم الدم على أنه كاميرا خافية توحي يعني هنا هذه القادرة لا يتفهموا بالذكر أن قناة جنعبل عبرت في بيان صفحتها الرسمية على فيسبوك رفضها للإساءة للعلاقات التونسية المغربية وقالت في البيان أن قناة جنعبل من منطلق حرصها على متانة وصفاء العلاقات التونسية المغربية لا تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون آدات للإساءة إلى العادات والمؤسسات المغربية التي يجب أن يتظل فوق كل المزايدات وقالت هذه القادرة فكرتني في واحد القادرة واحد البرنامج يدعون الهندي مسلم في أمريكا وهو حسن ميناج عنده واحد سلسلة في نيتفلكس يهدر فيها على كل شيء ينتقد فيها الرئيس الأمريكي ينتقد فيها التعليم في أمريكا ينتقد فيها الصحف أمريكا ينتقد جميع المجال في أمريكا ينتقد البرلمانيين ينتقد السياسيين ينتقد كل شيء ولكن من الذي ينتقد العائلة السعودية غير أن يضحك هذا هو كوميدي حسن ميناج يهدر على السعودية السعودية طلع عليها الدم طلبات من نيتفلكس أولا أن هذه الحلقة لا يدر في السعودية هذا هو ليس إنسان هذا غير كوميدي يضحك بكل شيء يأتي بأي موضوع يضحك عليها حتى السبرديلات نايك يضحك عليها التحسيات يعني إنسان يقول لي ناجح لديه سلسلة في نيتفلكس يسميته حسن ميناج يعني ذلك يدر على أبناك يدر على أدوية يدر على شركات يدر على الجامعات يعني ينتقد كل شيء ومنات الشيء واحد في المريكان يقول لي يمكنك هنا الناس يؤمن بحرية التعبير يؤمن بالكوميديا يؤمن بالضحك ولكن عندما جاءت الحلقة للسعودية النظام السعودي يطلب من إدارة نيتفلكس لأن هذه الحلقة لا تقوم بالسعودية لا تقوم بالسعودية يعني ترون البلادة في الدول الدكتاتورية يجب أن يسلط الدكتاتورية ويجب أن يسلط ويجب أن يكون مباشرة لا تقوم بالسعودة لا تقوم بالسعودة أريد أن أقول الناس الذين يقومون بمعاربة ويجب أن تقوموا بمعاربة أخواتي المغاربة هناك واحد من الفيلم وطائق مؤخرا في أمريكا تنسى عني اسمه ويجب أن نقول تهضر على أن جميع الممثلين والمغنيين تشتريهم المخابرات في أي بلاد تشتري المخريجين تشتري المنتجين تشتري الممثلين تشتري الممثلين المشهورين ومغنيين المشهورين يتخلصوا من المخابرات لماذا؟ لأن يكون لديهم أتباع أكثر ويكون لديهم من المشاهدين تنسى المخابرات تتحدث منهم لا تتحدثوا في هذه وما تتحدثوا في هذه حتى من المخابرات تريد أن تدوز خطاب أو فكرة للشعب بلما الشعب لا يعيق لتكلم المخابرات والمغنيين و القنوات التلفزيونية و ليس جميعين الطريقة لأن الشعب أو الأباحة و البكون الشعب ولا يمر من النهاج كيف لا تعرفون أن الأفلام المغربية والمغنيين المغاربة خاصة الأفلام والمتسلسلات السيناريوهات عند العديد المخابرات السيناريو من أي مسلسل و من أي فيلم غريبي يدخل في المخابرات و يقرأه و يدرسه و يدخل فيه و لا يحويه يجب أن يتخل في فكرة الشعب و يتخل في المسلسل و يتخل في الفيلم و تشوف الفيلم و يتخل في المسلسل و يتخل في الأغنية و يقول أنه يعمل فني و لكنهم في نفس الوقت يدسون فيه شيئا يريدون أن يمررونه إلى الشعب بلا الشعب ما يعيق بلا الشعب ما يقول لا هذيك رهجات من المخابرات لأنه يدوزه لك بالفن يجبونك فنان مشهور و عن طريق ذلك الفنان و عن طريق ذلك الممثل المخابرات تدوز ذلك الفكرة و تقوموا بإعادة في الفيلم و يتقوموا بإعادة المخابرات عن المنتجين و تشريهم و تشريهم في المغنين الكبار و يتخلصوا و يتقدموا مساعدات وكيفية كل شيء غير لكي يدوزوك الأفكار التي تطلب منهم المخابرات تدعمهم حتى في القناة على السوش الميديا هذا ما ترى في بعض القناوات التي تكون لديها المشاهدة لا تصورت لماذا هذه القناة لديها المشاهدات لأنه تدوزوه الميصاج للمخابرات والمخابرات تدعم هذه القناة وكيفية تدعمها المحتوى وكيفية تدعمه على ساتف حالتصوره وعندما يجب أن يكون لديها في الأول يقول العاش المالك والمالك طريف ومكيدير والوالو ومع المسؤولين وهما يتحاسبوا كل شيء يبقى يتفرع فيها وعندما يكون أبقى لا تتعمل عن المخابرات سوف يظلوا المشاهدة وقناة بلما نحس انا. لماذا لانك تخدمهم؟ لماذا مثلا تشوف بعض القنوات التي تافيها جدا ولكن انها لا تنتقدوا شيء في الاخرتي يقولك والماليك يعني الحاكم البلاد يعني هو يعني الرئيس دي البلاد وكذا ولكن المسؤولين لشفارا والمسؤولين لولاد الحرام يعني هذا واحد الخيطاب للمخابرات كتبغي تدوزن الشعب كتبغي تدوزن هذا الخيطاب يعني لما يقوب بأي شيء السلبي وكرا المسؤولين هم اللي مسؤولين على كل شيء وهذا قد ينهجون النظام المغريبي يعني النظام المغريبي عنش دائر المسؤولين عنش دائر برنامان عنش دائر مسؤولين باش كيل وزنهم الدربة باش المالك يخرجين كي يقولين بأينا التروى وشعب كيتعاطف مع المالك كل شيء يبقى يقول لا راه هذاك الوزير شفار وحزر شفار وكذا ولكن في الحقيقة هذوك الأحزاب ومسؤولين في المغرب والحكومة والقاضاء والسلطات جميع السلطات بأنواعها يقولون لهم يعني تداروا باش الامتصاص غضب الشعب باش الغضب ديال الشعب مكتمشيش لبالك ديركتمو ودائما نخص نلقى واحد البونجة لامتصاص ذلك الغضب وشنية البونجة اللي كي يستعملوا لامتصاص الغضب وهي هم والبرلمان الحكومة الوزارة المسؤولين رجال السلطة دائما نخصهم يخليوا ديك الصورة ديال المالك راه المالك بك يدخل ونوربان موالك مالك تقع مشكلة للمالك مالك 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 يدخلش حل المشكلة يلك المالك مالك يخرج يخطب ويقولون شعبي العزيز إذا كالمالك قلبوا على الشعب المغريبي مالك يكون شيء حاجة خيبة كالطراف المغريب خس المالك يدخل إذا جاء قانون مثلا في الحكومة سيضرب الشعب خس المالك يدخل مثلا فضل قضية القروض الخارجي اللي زادوا في القروض الخارج لماذا لا يدخلوا على القروض الخارجي اللي لديه أنا أحب شعبي يعني استعملوا المليارات اللي عندي أنا عندي المليارات قضيوا بها حتى الدوزة القادية لماذا نقرروا يعني نقتردوا أموال من الخارج يعني هنا القادية تتجيني في شكل اللي هذا الشيء يريد أن تسمع النقابة المغنيين والنقابة الممتين كنت تنغذ أن تنتاقض واحد الكاميرا خفية أنا ليس المغنيين للفنانين المغنيين للفنانين هما لعبة في يد النظام هذا الشيء كنت ترى مثلا كالقومة الفنانة في الدول المتقدمة في أمريكا تلقى فنان تنتاقض النظام تنتاقض الرئيس يشتموا الرئيس يشتموا البرلمانيين يشتموا المؤسسات والتوحد ما كيتدخل وش عمركم سمعتوشي فنان مغريبي كيخرج تنتاقض النظام كينين ولكنك يمشي يا إما يمشي للحبس ولك يقطع لي يرزقه وكنا نرى الأغلبية ديال الفنانة والفنانات كلهم يطبّلون رقم كتشم في المناسبات إذا كان عيد العاشر وعيد الاستقلال كتلقام كلهم تخرجوا يطبّلوا وعاشا المالك وجنال المالك وكذا وهذه وهذه يعني لماذا أنهم مخلصين لأنهم داخلي البايرول ديال المخابرات لأن المخابرات تحتوي على صندوق خاص لتمويل الناس اللي يطبّلون النظام من فنانين من مغنيين من مخرجين من كتاب يعني غير طبّلوا ونخلصوا ولكن إذا لم تطبّلتش سنقطعوا عليك رزقك وسنحرر عليك العيشة وسنبقاوك نكرهوا فيك المغرب يرغب بغير نظام وانت ترغب بغير هذا ما ينظر على الكثير من المغرب حسنا هذا ما نرى بالعقول والأدكياء والمختارعين واللعاق واللي فهمو القلب ديالنا كدل قاموا لا ينظروا كل مغرب كفرة أخوة الأخوات أردتكم من أن أعجبكم موضوع لا أعجبكم الموضوع لا ينظروا أردتكم من أن أعجبكم مرحبا بك أنت حر وكنتمنى الإخوة والأخوات أنهم عجبوا بالموضوع هذا الشيء كانتمنى يا الله تبارك العليم